أول حاجة عايزة أعرف ليه سميت البيتج بتاعك أو اليوتيوب تشانيل بتاعك ناصر حكاية والله هي كانت في البداية كنت مسميها حكاية بس وكنت بقدم فيها حكاية وبعدين مع الوقت بقى إيه بدأت الناس عايزة تعرف مين الشخص صاحب القناة دي فزودت اسمي بقى كتبت ناصر طيب أنت قلنا البيتج بتاعتك أو اليوتيوب تشانيل بتاعك بتعمل فيها إيه وبتقدم فيها إيه بالزبط كل اللي أنا بقدمه هو حاجة طرفهية للناس سواء كانت بقى عن طريق قصص مثلا بتتقدم سواء كانت عن حاجات بسيطة صغيرة فيديوهات صغيرة كده نقدر نعمل بها حالة من الترفيه للناس اللي بتتفرج المهم أحس في الآخر أن أنا بفيدة اللي بتفرج عليها سواء بقى بمعلومة أو بابتسامة بدحكة بأي حاجة والمعلومات بتكون دايما مجمعة من حاجات حقيقية ولا بتبقى قصص كمان لا لا أنا قارئ جيد الحمد لله ودايما لما باجأتكلم في قصة لازم أكون محضر الموضوع قويس جدا من كل المصادر وكمان بذكر المصادر دي في الفيديوهات عشان حتى الناس اللي تبقى عايزة تبحث أكتر تقدر أنها توصل للمعلومة بتقرأ كم كتاب في الأسبوع تقريبا لا مؤخرا بقى موقف شوية حوار أن أنا أمسك كتاب بإيدي كده والوقت الإنترنت مساهل علينا جدا القصة دي فمش بحدد حاجة معينة يعني طول الوقت بقى معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا يعني إيه على حسب الشغل يعني حسب ما بقى لايه وقت فاضي أفضل بقى أدور في معلومات في كل حتة يعني أنت دراستك ديها علاقة بالموضوع دي؟ خالص خالص بكريوست جارة يعني مالوش علاقة خالص بالقصة دي وقسمة محاسبة كمان بس دي حاجة ده مفيش علاقة خالص خالص أيوا بالزبط بس هو جوايا يعني من زمن أن أنا بحب أو بحس أن أنا أقدر أوصل حاجة للي قدامي يعني من الناس اللي بحس كده أن أنا لما بقعد أتكلم مع حد بيسمع لي قوي بيبعايز يسمع لي كلامي أكتر فده خلنا ناخد بقى الخطوة دي يعني طيب محمد أنت إيه اللي خليك تتجه أنت بتقول أنا كنت محاسبة وتجارة يعني موضوع فعلا مالوش علاقة ببعض خالص إيه اللي خليك يعني تكتشف الجانب ده فيك وتروح للموضوع ده لا هو أنا من وانا صغير وأنا حتى في الإزاعة المدرسية كده عايزة أمسك المايك عايزة أتكلم الكلام ده بس كان عندي مشكلة أن أنا بتحرك دايما من الناس فعشان أتغلب على ده لازم بقى أدخل في مجالات وأتكلم مع ناس كتير وحاجات زي كده مهم خطوة ورخطوة بدأ بقى يظهر السوشيال ميديا قدامنا بدأت تدريجيا نعمل حاجات بسيطة كده لحد ما الناس قالوا لي لأ أنت لازم تروح على يوتيوب بقى هو ده المنصة اللي تقدر تعمل فيها فيديوهات طويلة برحتك زي ما أنت عايز فجربت والحمد لله لقيت الموضوع يعني مش أكتر ما أنا كنت متخيل طيب محمد أنت زي بتختار مواضيعك يعني أنت بتختار أن أنت تقول الفيديو ده حيتكلم مثلا أنت الأسبوع ده مثلا أو النهار ده طيب بتنقيها إزاي؟ أنا مقسم وقتي في وقت كده ده يوم مخصص لاختيار الموضوعات هو ده اليوم ده من الصبح كده أنا أول ما بفتح بقعد أكتب مثلا عشر أفكار أو خمستاشر فكرة مثلا عايز أتكلم عن يوم الفترة اللي جاي فأبدأ بعد كده اليوم اللي أنا مخصصة أن أنا بعدي فيه الفيديو ده ببدأ بقى أجمع مصادر واجيب معلومات أكتر عن الموضوع وبرتب بقى على حسب ما أنا متشوق للموضوع ده أو متحمس له أكتر بتكلم فيه ترجمة نانسي قنقر